نماذج عديدة من أوجه التعاونات والتفاهمات المشتركة بين قطاعات الدولة ككل تبشر بمخرجات إيجابية سهمت ومتزال تسهم في إيجاد بيئة استثمارية داعمة ومحفزة لرواد الأعمال الشبابي في المملكة نعم ففي البحرين تتعاضد السواعد وتلتقي عند نقطة حيوية لتفعيل أوجه التعاون داخل مجالات العمل كافة لتستمر في تبني الأدوار والأفكار الخلقة حكم قيلت عن التعاون وضمن قانون الطبيعة السليم الجبل لا يحتاج إلى جبل لكن الإنسان يحتاج إلى الإنسان ولن يعجز القوم شيء إذا تعاونوا واجتمعت سواعدهم لبناء الوطن فيما تلتقي قلوبهم للتخفيف عن المحن التي من الممكن أن تعترض طريق نمائه ونهضته لتتبادل عقولهم أرقى الأفكار الباعثة على الأمل وفي مملكة البحرين تتعاضد السواعد وتلتقي عند نقطة تتوسط دائرة البناء على ما هو قائم بالأصل وعلى ما هو بائن بالفعل من أطور حداثة تحتضن أبهى صور التطور والازدهار التي تجدها في كل ركن من أركان المملكة الصغيرة بحجمها الكبيرة بتكاتف من ينتمون لترابها ممن ألف معاني التعاون داخل مجالات العمل الحيوية ليستمروا في تبني الأدوار والأفكار الخلاقة وترحل عديد من المبادرات النوعية والمشاريع المستقبلية التي لن تكون لها فرصة قيامها إلا إذا وضعت اليد باليد أي إذا تشارك القطاع العام مع القطاع الخاص والتكاء على بعضهما للدفع قدما بمسيرة النهضة الاقتصادية في مملكة البحرين نماذج عديدة من أوجه التعاونات والتفاهمات المشتركة بين قطاعات الدولة ككل وإذ يتضح في المقام هذا ما تمخض وما زال ينتج عن مشاريع الأمل باعتبارها الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل من مخرجات إيجابية ساهمت في إيجاد بيئة استثمارية داعمة ومحفزة لرواد الأعمال الشباب في المملكة بشكل يتوافق مع توجيهات جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ورؤية الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبما يقود نحو تحقيق أمثل لرؤية البحرين عشرين ثلاثين بحدوث زيادة في رأس مال مشاريع الأمل وبتعاخد نخبة من المستثمرين من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة بتمكين رواد الأعمال البحرينيين الواعدين باعتبارهم ركيزة الوطن ومستقبله عن طريق توفير الاستثمار والإرشاد وتسهيل وصول رواد الأعمال لشبكتهم الواسعة من المعارف لتوسيع أعمالهم وتقديمها للأسواق العالمية من المؤكد أن ذلك سيسهم في بناء قوة داعمة لريادة الأعمال محليا لتكون مشاريع الأمل بوابة الشباب للريادة وعنوانا لنجاحاتهم مشاريع الأمل الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل والذي تم إنشاؤه بتوجيه سام من جلالة الملك المعظم وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال المحليين الطموحين من خلال تقديم الخبرات والتمويل لتنمية وتطوير مشاريعهم الريادية مستندا على ثلاث ركائز أساسية تأتي في مقدمتها بناء المعرفة ثم الاستثمار ونحو تيسير الفرص لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر